السلام عليكم أصدقائي فيديو جديد في سلسلة جديدة رح تتكون من فيديوهات قصيرة رح أحكي فيها عن أهم الاختصارات بالكيبورد وتركيات باليوتيوب رح تكتشفها وتعرفها أول مرة وكثير رح تكون مفيدة وغريبة ورح تستغرب أنت من حالك كيف ما كنت بتعرفها مثلاً إنت عم تشوف فيديو تعليمي بيحكي عن الأفتر افكت أو أي شيء وإنت بنفس الوقت فاتح الأفتر افكت وقاعد عم تشتغل معاه لكن الحتة ماضية عم تتقلق بين الشاشات فبكل بساطة إذا ضغطت أول مرة رح تطلع لك هاي الرموز بس إذا ضغطت تاني مرة رح تطلع لك شيء اسمه نافذة ضمن نافذة وهيك رح تطلع لك النافذة فيك تشتغل فيها وتكبرها أد ما بدك حتى ولو خفيت المتصفح رح تلاحظ أنه الفيديو بيشتغل وفيك تشتغل شو ما بدك على أي برنامج أو مثلاً أفتر افكت بتنمو أنا عامل هلأ وتقلد الزلمة وتشتغل تابعوا معي السلسلة كلها رح تعجبكم كتير ويلا نبلش والتركاية التانية أصدقائي هي إذا كنتم تشوفوا فيديو مثلاً خاصة إذا كان الفيديو سريع كتير وانتو بتكون تشوفوا اللقطات فريم فريم لقطة لقطة يعني حتى أبطأ من الطريقة يلي بنعرفها أبطأ من سرعة التشغيل هاي هنا مثلاً هنا فيكن انتو تقللوا السرعة أنا لأ بدي رسة أشوفها فريم فريم فكيف بعمل هالشغلة بدون ما أكون مشغل الفيديو هو مطفي بروح وبكبس على الكيبورد بعد الإختصار اللي شايفينه كبسة كبسة زر زر هاي إذا شلت الماوس رح تلاحظوا كيف أنا عم بمشي فريم فريم وهيكي بتشوفوا كبسة كبسة زر زر شوفوا حركة الماوس بطيئة كتير يلي طلعها بالفيديو وهيكي فيكن تشوفوا أهم اللقطات وأبرز اللقطات مهما كان فيلم سريع أو مهما كان فيديو سريع فيكن تراجعوا لورا أو تقدموا لقدام مثل المشايفين هاي تركاية كتير حلوة والتركاية الثالثة والأخيرة هي في حال انت فاتح عدة نوافز وبالغلط كبسة إغلاق وبدك ترجع لهم كلياتهم شو بدك تساوي بتفتح المتصفح مرة تانية بتختار الحساب اللي انت فيه وتكوس بالأخير كونترول شيفت وحرف T وهيك برجعونا كل النوافز يلي كنا فاتحينهم قبل شوي بتلموا شايفين نفس النوافز رجعوا فتحوا والهون أصدقائي إن شاء الله يكون جزء الأول من الاختصارات أعجبكم وما تنسوا الاشتراك في قناتي وضغط اللايك على هذا الفيديو وتابعوا السلسلة الثانية من الفيديوهات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر